السلام عليكم في هذا الفيديو رايح ناخذ علاقة النهايات بالمساحات رايح نشوف منين ايجاد النهاية من مفهوم ايجاد المساحات للاشكال المختلفة مثل ما يؤدي مفهوم العام لخط المماس الى مفهوم النهاية نفس الشيء يؤدي مفهوم العام للمساحة الى مفهوم النهاية يمكن غالبا حساب مساحة شكل منتظم عن طريق تقسيمه إلى مساحات يعني لو أخذنا مثلا الشكل المنتظم هذا كامل هذا الشكل عبارة عن الشكل الأول مربع والشكل الثاني مربع أكبر منه لو أنا بدي أوجد المساحة الكاملة أو المساحة العامة لهذا الشكل الكامل رايح أقسم المنطقة هاي إلى مربعين المربع الأول والمربع الثاني الآن لحساب مساحة هذا الشكل الكامل من خلال تقسيمها أوجد مساحة هذا المربع ثم أوجد مساحة هذا المربع الثاني ثم أوجد المجموع المساحة كاملة نفس الإشي لحساب مساحة الشكل المنتظم هذا الشكل لتقسيم هذا الشكل المنتظم إلى عدة تقسيمات منتظمة مثلث واحد مثلث اثنين مثلث ثلاث لإيجاد مساحة هذا الشكل المنتظم أوجد مساحة الشكل الأول ثم الشكل الثاني ثم الشكل الثالث طبعا ليش هان أنا قسمت لمربعين وهان قسمت لمثلثات أنا أقسم حسب الأشكال المعروف قوانين المساحة لدي يعني هان قسمت أنا مربعين مربع أول مربع ثاني ومعروف شو مساحة المربع الأول ومعروف شو مساحة المربع الثاني قانون المربع مساحة المربع هو الطول ضرب العرض مساحة المربع هو الطول ضرب العرض نفس الشيهان مساحة المثلث وكنا عارفينها نصف القاعدة ضرب الارتفاع إذن هنا أنا ما سويت الشكل هذا إلى مربعات لأنه ما بتسوى إلى مربعات يتسوى أقرب إشي لقوانين معروفة عندي هي المثلثات وهان نفس الإشي مربعات مع ذلك بالنسبة للمناطق ذات الحدود المنحنية لا يمكن التقسيم بشكل دقيق عشان هيك أحتاج إلى طريقة أكثر عمومية أحد هذه الأساليب هو البدء بتقريب مساحة المنطقة عن طريق رسم عدد من المستطيلات ذات العرض المتساوي تحت المنطقة أو تحت المنحنة وحساب مساحة هذه المستطيلات يعني لاحظ عندي في هذا الشكل الشكل A لو أردت أني أحسب مساحة المنطقة تحت هذا المنحنة بهذا الشكل مساحة المنطقة لاحظ أنه الحافة هاي هي منتظمة والحافة هاي منتظمة وهذا كمان الحرف هذا منتظم ولكن تحت أسفل هذا المنحنة ليست مساحة منتظمة شو ما قدرت أنا أجزئها رايح أجزئ مثلا المستطيل ما رح تزبط معي لأنه هذا الحرف زابط معي مساحة منتظمة وهذا كمان منتظم وهذا منتظم لكن عند هذه الحافة شكل غير منتظم لذلك قانون المستطيل ما بيزبط عليه نفس الشيء لو أنا جيت مثلا أرسم دوائر طبعا الدائرة يمكن تزبطها ولكن هذه الدائرة ليست منتظمة الشكل إذن ما فيه شكل منتظم محدد عشان هيك فيه إشي يسمون عندي طريقة الاستنفاذ طريقة الاستنفاذ هاي اللي كتبها أرخاميدس يقول لك إنه هاي المنطقة يعني شو يصير إذا أنا قد سمتها لمستطيلات معينة يعني تصير عندي كهذا الشكل وأحسب مساحة المستطيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس بعدين أحسب المساحة التقريبية بعدين أطلع مساحة تقريبية لهذا الشكل مساحة هذا الشكل أسفل المنحناء الاقتران المعين لاحظ عندي إنه هذا الشكل أوكي هاي الطريقة ماشي إنت حسبت مساحة المستطيلات ولكن يظل عندك فراغ بين المستطيلات وبين منحناء هذا الاقتران طيب كيف أحل المشكلة هاي راح أقل لك أنا بدي أصغر عرض المستطيلات واستخدم أكبر قدر من المستطيلات عشان أخفف المساحة بين المنحناء وبين رؤوس هذه المستطيلات راح سوالك المستطيلات بهذا الشكل في الشكل سي قال لك صح أنه الفراغات زادا ولكن مبين من خلال النظر إنهن قلن كثير يعني كل ما زدت عدد المستطيلات وخففت عرضهن قللت العرض ثبعهن رايح المساحة تطلع لك تقريبا أكثر وأكثر إلى المنطقية ونفس الشيهان لو أنا أجي تستخدم شكل ثاني واستخدمت مليون مستطيل ذات العرض المتساوي والصغير جدا رايحة تختفي هاي المناطق الفارغة بين المنحنة والمستطيلات إذن أستنتج من ذلك كل ما كثرت عدد المستطيلات ذات العروض المتساوية الصغيرة جدا كل ما توصلت لي القيمة النهائية للمساحات التقريبية الصحيح إذن لاحظ عندي أنا ذكرت هان أنه فيه إشي اسمه قيمة نهائية ولاحظ هذا الإشي اتكرر عندي بالفكرة الأولى للدرس اللي هي المماسات والآن إن ذكرت عندي بالمساحات ورح تنذكر عندي لقدام بالأعداد المتنانية